وعينهم باتت تحرص في سبيل الله ضفنا النهاردة واحد من اللي بيحرصوا في سبيل الله والوطن فقد عين من عينيه علشان يحافظ على حياة المواطنين من عصابة إرهابية ما تعرفش غير الدم والغل والحقد هو له نصيب من اسمه ساطع لأنه بطل ساطع في قلوب المصريين الشرفاء ضفوا دفكم النهاردة هو العقيد ساطع النعماني نائب مأمور قسم بولاء الدكرور سابقا اللي ممكن تتواصلوا معاه عن طريق الرسائل واحد تسعين تسعة أو عن طريق صفحة الفاسبوك راديو تسعين تسعين وبعد الفاصل اللي جاي هنفتح معاضيع كتيرة جدا مع ضيفي النهاردة العقيد ساطع النعمان الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين أنا اللي مشكر حضرتك اللي انسي وانحسيني أن أنا أتواصل مع مستمعي راديو محطة تسعين تسعين اللي يتنام عدده بيوم بعد يوم وشرف كمير جدا ليا أن أنا أتواصل معه وشرف كمير جدا ليا أن أنا قاعد قدام حضرتك للوأس الشرف لينا حضرتك قدوة وبطل وزي ما قلت في المقدمة حضرتك ليك نصيب من اسمك ساطع في قلوب المصريين بالبطولة والتفاني واللي قدمته المصري بلا أي مقابل خليني أقول حضرتك النهاردة يعني بدء أولى التجارب التشغيل التجريبي لعبور السفن بقناة السويس الجديدة الحمد لله والشكر لله عايزة أقولها حضرتك حاجة أكسب منها وحياة أبني أنا مقابل يومي الثلاثة فيه جونة بتتربن على الماعي كإنه أقولها لكل واحد ما فيش حاجة راح يتحضر صعلا ما فيش حاجة راح يتحضر والنفساح اللي جاي لقناة السويس ده بيظن أننا ماشينا في الصريق الصحيح حتى لو تأخرنا شوية فإحنا في الصريق الصحيح فأنا أقول أنها القهود الحمد لله الحمد لله ما فيش حاجة راح يتحضر ما كانش ممكن حاجة تروح حاضر سيادة العقيد بناس شرفاء زي حضرتك وزملائك اللي في الجيش والشرطة اللي أقدموا أرواحهم ودماءهم ومستقبلهم في دا المصر بدون انتظار أي مقابل وبدون طلب أي مقابل لكل اللي أقدموا المصر إحنا اللي بنقولكم شكرا على كل اللي أقدمته وشكرا على يوم زي النهاردة أنتوا اللي تستحقوا أن الواحد يقول لكم شكرا علي ردود على طلب هذه الدعم والحقيقة ما وصلنيش صالبات عندما وصلني أنا أعتقد شعرف يعني أسأسش لو كان صوته مش غضح يعني أجدت حدريك سرجعني في الكلام اللي ما فيش مشكلة يا صاحب أنا وصلنيش حاجة رسمية فعلاً لكن وصلني كم هائل من أصدقاء على الفيسبوك وناس وصحابي في الشارع أهل المصر السيو كلهم يقولوني آه لبطلوك وانا حصة لو ما رفتش أنا يكسيني كلامنا يكسيني قوي يعني أنا متأكدة أنه في دعوة أكيد قريب حتوصل لحضرتك مش ممكن رئيس السيسي يبخل على بطل من أبطال مصر الشرفاء أنه يحضر إنجاز كبير زي دا أنا أعتقد أنه رئيس السيسي كان نتصر بحضرتك أول ما رجعت من رحلة العلاج مش كده سلام يا فنم أنا أريد أن أقول لك المرحلة تفضل يا فنم آه يعني زي ما عندنا دكتور مدني يعقوب ودكتور عام الإمام مسؤولين عن فوصيل شرائيل قدوم المصريين فعندنا دكتور عبد الفتاح السيسي أني وصل شرائيل حياة بني لقلب مصر حيظهر أثر علينا وعلى أولادنا حنلاقي أثر على تعليم حيبقى أحسن من دلوقتي على صحة حتبقى أحسن من دلوقتي على كل حياته هيمتيجي أثرها تظهر عايزة أقول يا سياطة الرئيس يا سياطة الرئيس إحنا بنحبك أوي بنحبك أوي أوي وبنستحملين أوي أوي عشان بنحبك أوي أوي وإن شاء الله الفتاح قناة في السويزة بنيتكير إن حضرات جايبهم ويصنع رجال وهكذا كليات حرمية وهكذا كليات الجيش يعني منظومة جميلة أوي أوي عشان نعم نتكلم عليها محتاجا لها وقت صويل جدا إيه أول درس بتعلمه طالب الشرطة في أول يوم لوفت كلية؟ أول يوم لوفت كلية الشرطة بيتعلم طالب الشرطة إنه هو خلاص بق زمن الشقاوة زي يحسين والإعلانات اللي بتيني دايات راحل خلاص لا إنت بالوقت أهل نفسك إن انت باهد للشهادة من أجل بلدك لازم سمقك منضرب تدمير سام متعلم تعدين سام جاهز في أي وقت إن انت تروح وتقدي مأموريسك لأيما ربنا يكتبنك فيها النجاح لأيما في السوشي المصروح لجنة الخد ده أول درس بني يتعلمه في كلية الشرطة أخبرك حاجة الإنسان بيتعلم كل يوم في حياته ويمصلش يتعلم لغاية آخر يوم في حياته كل يوم بيديه فلوك جديد بس أنا عايزة أقوله أخبرك حاجة إحنا والناس يعني والناس كثير من اللي أبدينا ومن اللي بعدنا ناخده كل إيش الشرطة وفينبخوا صورة لزوج الشرطة الشهد القوم اللي بيديه حق الغلمان اللي بيقف قدام القوم يقوله لك اللي بيقف قدام الغني يقوله لك ما تتجمرش بغنات الملجأ لكل إنسان ضعيف أو فقير اللي هو ينجأ له عشان يقيم من مرش الحياة إحنا نخلقوا ليش الشرطة عشانهم أكيد نموذج لرجال الشرطة اللي استشهدوا في سنة 52 ورفضوا يسلموا سلحهم للاحتلال الإنجليزي واستشهدوا كلهم في سبيل إنهم ما يفرطوش في تراب مصر طبعا بالضبط يا فن زي ما حد رجو يتقولي كده بالضبط للأسف حصلت ظروف اجتماعية للملم في فترة لما انعكفت على جهاز الشرطة فأصلح لفترة الظروف داخل شايف المثل مثاعه ظروف الشرطة اللي يعرف فنان وبيتقرب فنان ولا علم فنان وفنان إذن فهو قوي لكن في الآخر امسان المعدن الأصيب لصباط الشرطة يباد عشان كده يريد زماني اللي أصيبه يروف على فسرات كده دولية يعدوا مع صلب الكديس الشرطة يقولونهم لأ بل مثلا إنه يجب تخذوه أهو أنا دراعي راحد أنا رجدي راحد لي حياتنا شهيد لي أسركم ترجمة نانسي قنقر